أسدل الستار على عملية الاستفتاء التي شهدتها تونس للتصويت على مشروع الدستور الذي قدمه الرئيس قيس سعيد محاولا من خلاله تدعم سلطاته وصلاحياته وانتهت بنتيجة ضعيفة في ظل حركة مقاطعة واسعة من الطيف السياسي وفي نتائج أولية أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بعسكر أن نسبة التصويت تجاوزت 27% ما يعني أن أكثر من 72% من الناخبين قاطعوا التصويت حيث كانت المشاركة الشعبية هي الأضعف مقارنة بكل الانتخابات التي جرت ما بعد الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي سيغير شكل الانتخابات القديمة ملوحا بمحاسبة من أساء للشعب التونسي بالمقابل أكدت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أن خروج رئيس الجمهورية وكسره للصمت الانتخابي يعد خرقا جسيما خاصة وأنه توجه للتونسيين وأمرهم بالتصويت له ولمشروعه مشيرة إلى أن ضعف المشاركة تبين الهزيمة لسعيد الذي لا يزال يتحدث عن المشروعية الشعبية في ذات السياق اعتبر رئيس حزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي نسبة المشاركة الضعيفة بأنها لا يمكن أن تكون قاعدة يبنى عليها لمرحلة تأسيسية مشيرا إلى أن هدف الاستفتاء هو شرعانة الانقلاب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد جاء في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية واستقطابا حادا مستمرا منذ أن بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءاته الاستثنائية في تموز من عام 2021 حيث دخلت الديمقراطية التي نتجت عن ثورة الياسمين نفقا مظلما لا يبدو غفق مراقبين أن الدستور المنتظر سيسهم في إخراج التونسيين منه في ظل تعقد المشهد السياسي وتداعيات الأزمة الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر